قامت لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين في مصر بالتحفظ على خمسة دور نشر من بينها دار نسبت للقياد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق تشير بعض المصادر إلى أنه على الرغم من ضخمة الأموال المتحفظ عليها فإنها لا تمثل إلا جزء يسير من الأصول الحقيقية للإخوان المسلمين من القاهرة تقرير محمد حميدة تقديرات عديدة ومتفاوتة حول حجم الأموال الحقيقية التي تملكها جماعة الإخوان المسلمين في مصر والعالم تدفع نحو البحث حول مصادر تمويل الجماعة بظاهرها وخفيها وطبقا لقيادين بالجماعة فإن أحد أهم مصادر التمويل هي استقطاعات تسمى بالاشتراكات تمثل من 7 إلى 10% من دخل العضو الإجمالي يذهب للجماعة التي يعتبرها أعضاؤها كيانا مستقلا دون إكبار من أحد بأعطي جزءا من دخلي للجماعة وفلان بيعطي جزءا من دخله للجماعة من أبناء الجماعة وليس من خارج أبناء الجماعة من انتخابات عايزة بقى مهرجانات ومؤتمرات ومطبوعات وكلام من هذا القبيل يروحوا عاملين على الإخوان كلهم سهل انت بتدفع 3% أو 5% أو 7% في الشهر لأي المراضح معزين منك ربع المرتك مبع داخلك مش المرتك لكن الدراسات والتقارير أضافت مصادر أخرى لتمويل الجماعة كالزكاة وأموال بعض المنظمات الإغاثية والإسلامية في العالم إضافة إلى أرباح شركات في الداخل والخارج يملكها أفراد ينتمون للجماعة بشكل أو بآخر قيمة الأصول والنشاط الاقتصادي الكل لجماعة الإخوان المسلمين في مصر تحديدا يصل إلى حوالي 10 إلى 12% من الناتج المحل الإجمالي المصري عدم إلمام الجهات الرسمية في مصر بمصادر تمويل أو بحجم أموال جماعة الإخوان واختلاط أموال الأفراد الخاصة بأموال الجماعة جعل مهمة اللجنة المكلفة بالتحفظ على أموالها ليست باليسيرة فتراجع تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين إبان حكم الرئيس السابق مبارك سمح للجماعة وأفرادها بالاستثمار في تقديم الخدمات التي كونت أرباحا وأصولا عصية على الرزد وقت مكانة الدولة المصرية تخرج من أدوارها الرئيسية فدخل تنظيم الإخوان المسلمين ملا هذا الفراخ من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الخدمية واستصمر هذا في إطار سياسي لجنة التحفظ على أموال الإخوان التي أنشئت بعد حكم قضائي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية تحفظت منذ سبتمبر 2013 على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لألف وثلاثمائة وخمسة وعربعين شخصا وخمسين مستشفى ونحو 103 مدارس نسبت لأفراد ينتمون للجماعة و600 شركة ولا تمثل هذه الأموال في رأي البعض إلا قمة جبل الجليد لأموال الجماعة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين وصل إلى 79 دولة قيل أن لدى جماعة الإخوان المسلمين ما يقوم من 23 شركة وجمعية في بريطانيا برأس مال حوالي 100 مليون سترليني وقيل أن في تحقيق الصحفي في صحيفة واشنطن بوست فرح دوجلس قال أن لدى جماعة الإخوان المسلمين ما يقوم ما بين 5 مليارات إلى 10 مليارات ورأس مال جماعة الإخوان المسلمين في العالم يرى بعض الخبراء أن مصادر وأحجام أموال الإخوان المسلمين تتضربها الظنون فليس هناك من تحديد دقيق سواء للاشتراكات التي يقال أنها تحصل من أعضائها أو حتى من التبرعات التي تأتي من مصادر مختلفة دون تحديد الأطر القانونية التي تحصل على أساسها مسارات هذه الأموال تعتبرها الدولة المصرية مسارات داعمة للإرهاب وتطاردها لجنة حظر أموال الإخوان المسلمين والتي يبدو أنها ستستمر في العمل لفترة طويلة من الزمن محمد حميدة بي بي سي القاهرة